بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشتوني كتير كتير جدا جدا. اخبركم يا حلوين. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. يسك يا رب زيدة. عمين ايه? النهاردة تسعة وعشرين. رمضان. من الاسف خلاص. رمضان بينتهي. رمضان اللهم تقبله منا يا الله. اللهم تقبله منا يا الله. خلاص. كلها النهاردة اخر صحور. اخر صحور هتتصحروني. وبعد كده ان للمسلم فرحة تاني. فرحة عند الفطر. فرحة عيد الفطر. فعظيم وشعائر الله وفرحوا. عظيم وشعائر الله وفرحوا. فرحوا يعني وحفرحوا اولادكم. اه بلاش ان احنا نتاخذ ايه? اه الدنيا واقفة واللي وكورونا واللي مش عارف ايه? لا فرح اولادكم بابسط الاشياء. هاتوا شوية بلالين. اه يعني اي حاجة. اه كده. طيب الناس اللي هي مسلا ممكن تكون مش عندها المقدرة ان هي جيت تشتري كحكة وحاجات جهزة. ممكن تعملوها في البيت. الحاجات دي ممكن تتعمل في البيت. عارفة اتنين كيلو دقيق. هتزبطي منهم يعني تشكيلة كده وكرتونة حلوة. هتعمل لك حاجات حلوة قوي. انا عارفة ان انا ما هتركوش حاجات السنة دي. بس انا شايفة ان ما شاء الله فيه قنوات طبخ كتير وفيه قنوات حلوة مميزة جدا 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 جدا. زي قنوات تتا نونة وقنوات اه منوعات اه غوي طبخ. ونوعات غوي طبخ. وتتا نونة وصارة كيتشن. ده دي يعني قنوات كتير حلوة قوي. وبننزلها حاجات ونزلها وصفات سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. اه كل سنة والطيبين. وزي ما باتدي حلقتنا كل يوم بالصلاة على رسول. يلا نتديه بالصلاة على رسول. اللهم صلي على محمد وعلى ايلي محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ايلي ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ايلي محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ايلي ابراهيم في العالمين. انك حميد ومجيد. يلا بينا ندع المرضانة والموتانة. اللهم مش في مرضانة. اللهم مش في مرضانة ومرضى المسلمين. ورحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمهما يا كاما رباني صغيرة. ربنا ينحمك واخفرلك ويسحك المزياد ويسكنك الفردوس الاعلى. لا تنسو اخطوك ومزياد من الدعاء. من الدعوات الطيبة. آآ الصيام مأثر والهلكان في الشقة وحاجات كده جميلة زي الفل يعني. النهاردة عايز اقول لكم بص بقى كلمتين كده في الاول للستات. حاول تخلصي شقتك النهاردة. حاول تخلصي شقتك النهاردة. خلصيها وفرشيها وزبطيها وخليها كده عروسة. ما اتنا مش غير وشقتك عروسة يا عروسة. بكرة بعدة بتاعك انتي. بكرة ده بتاعك انتي. ايوة بكرة ده بتاعك انتي على فكرة. فهماني? اهان. يعني تزبطي. يعني تعملي شعرك. مش دريري تروحي كوافر. اعملي شعرك في البيت. تقسليه وعمليه في زي السشوار كده. لفيه طاقية. مفيش سشوار لفيه طاقية هيحد ما ينشط. وفردي هيبقى حلو زي الفل. اه النظافة الشخصية. اه حنة بقى حنة حنة. اوعي تحكي ما انا كير. عشان الصلاة ها? حنة صودة كده. اه يعني خليكي كده حلوة. احتفل كده بالعيد. على فكرة. كلامي مش للمتزوجاته بس. كلامي لكل الناس. البنوتة واللي مش متزوجة. النظافة الشخصية. وان انت تكوني حلوة. فكل وقت دي حاجة مش عشان الرجل. دي حاجة ليكي انتي. عشان لما توقفي قدام الملاية تحسي كده ان انت حلوة. اسحي من نومك كده زي الامورة تخلي تخسلي سنانك. تخسلي وشك. تحطي جوحل. تحطي كده روج. تحطي مسلا زد الكاكاو. حاجات كده بسيطة. بس بتخليكي زي الامر يا امر. مش بقولك حطي فون مايكب. انا بطبيعتي انا بحاجة مش الفون مايكب بصراحة. ولكن طبعا انت داخل عليكي عيد. وزي ما قلت لكم. كلامي مش من متزوجين. وبس كلامي لكي انتي بصفة عامة يا انثة. انتي انثة. يعني انتي لازمة تكوني حلوة. حلوة في كل اوقاتك. حلوة لنفسك. حلوة لنفسك. مش لحد. يعني عزموا شعائر الله. افرحوا بالعيد. العيد فرحة. العيد جميل. اا اا اعملوا كل حاجة حلوة. شغلوا بخور في الشقة. عما تجي تمسحوا الشقة. مسحوا بمية وملح. سموا الله. اذكروا الله كتير. اا اكثروا من اللهم انك عفوا كريما تحب العفو فعفو عنه. طبعا عايز اقول لكم يعني ايه? على قد والله ما الواحد يعني فرحون بالعيد وكده والبهجة والسعادة. اا على قد ما نحزين ان رمضان بينتهي. بجد هو ده رمضان اسعد رمضان عد علي في حياتي وانتو معايا في حياتي. ربنا خليكم لي ويحريني منكم. امانا ويخليلي اهلي ربنا بريك لي فيهم ويحفظهم لي. بجد بامانة بيني وبين نفسي النهاردة كنت بنشر الستايب كده وانا في البراكونة. فعمال افكر كده صحنا اللي كنت مستوديعة اوي بالرمضان ده. يكونش يا ولاد ده اخر رمضان لا هي. مش هعارفة والله. مش هعارفة. بس انا رمضان ده بالنزلي فرحانة به قوي. معين ما اكون يعني من من كام شهر كده. ما كنتش حاسة في كده. بس لا بجد بجد. اا بس اهلي واه يعني ربنا خليهم يا رب ربنا خليلي مهمة خليلي اختي خلي اخويا. ربنا خليهم لي وبريك لي فيهم بريك لي في صحيتهم ويحفظهم لي من كل شر يا رب ظهري وسندي بعد ربنا وانتو كمان احلى حاجة بجد سلتونيو بجد انتو عيلا حلوة اوي انا بحبكو كلكو كلكو بحبكو جدا صدقوني اما بقولكو يشفض الله اني احبكم في الله انا فعلا صفقة في حبي ليكم انا بحبكم جدا ولو مش بحبكم وكنتش هتعيلكم في دعواتي اللي يحب حد بيتعيلو وانا طولت عليكم اوي عايزين نعمل حلقة خفيفة الزريفة النواردة يلا بينا نقول اسئلة الاجوبة بتاعت الاسئلة بتاعت الحلقة اللي فاتت ونقول الاسئلة الجديدة كان معنا مبارح الحلقة التمانية وعشرين الاسئلة كانت بتقول ما هي صلاة البردين صلاة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وليسهم هي بالبردين لان هما صلاة يعني الصلاطين دول سبحان الله الوقت فيهم صعب يعني وقت الفجر دا دايما بتبقى كسلان وتعبان ولا انا نايم لا انا مكسل مش اجرى قوم لا انا مش اجرى صحب ولكن هنا بقى يأتي صدق القلوب صدقك مع الله عز وجل абاقول يعني هذا الازام الله اكبر نداء من الله عز وجل لك عز وجل بأسكر نفسه وإياكم نداء من الله عز وجل ليك كلمة الله اكبر دي يعني كلمة كبيرة قوي. عايز اقول لكم اللهم اجعلنا من اهل الفجر وخاصتي. اللهم اجعلنا من اهل الفجر وخاصتي. صلاة الفجر دي بتتنزل فيها رحمات وبتتنزل فيها سكينة وهدوء نفسي كده. يعني حاجة جميلة. وفي عندك بقى صلاة العصر. صلاة العصر دي بتعتبر يعني يعتبر اليوم بينتهي من بعد صلاة العصر لحد صلاة المغرب يعتبر اليوم بينتهي على فكرة. ازا ازن عليك المغرب فيعتبر خلاص اليوم بتاعك انتهى. فالصلاطين دول بيفيهم وقت غفلة. يعني الصلاة العصر والفجر فيهم وقت غفلة. فربنا اوصانا بالصلاطين دول. والصلاطين دول اللي هم ناس الصدقة مع الله عز وجل هم دول اللي تلاقيهم دايما بيحافزوا عليهم. لان هم بيحافزوا على كل الصلاوات ويحافزوا خاصة على صلاة البردين لان اوصى بيها الله عز وجل. هنا بقى ندخل على السؤال التاني من التي يطلق عليها جدة العرب؟ جدة العرب هي ستنة هاجر. ستنة هاجر ليه بقى ستنة هاجر؟ لان ستنة هاجر هي ام ولد سيدنا اسماعيل. ومن هو اول من تحدث باللغة العربية؟ طبعا لو بنتم تعيين الاسئلة هتعرفوا هتفكروا. اما احنا قلنا ايه؟ من اول من فطق لسانه باللغة العربية؟ قلنا سيدنا اسماعيل فطق لسانه بعند سن الاربعتراشر عام. هم ما كانوش بيتكلموا اللغة العربية. ولكن فطق لسانه بقى يتحدث اللغة العربية وهو عنده اربعتاشر عام. يبقى هنا كان مين جدة العرب؟ لان هو يعتبر اول من انتقى باللغة العربية. يبقى جدة العرب هي ستنة هاجر. زوجة النبي ابراهيم عليه السلام. السؤال الثاني. السؤال الثالث. على من يطلق المصدود؟ قلنا طبعا الذي يمنع عن الحج. اه او ايه على فعل خير يعني وهو دوت من المصدود يعني ولكن خاصة ان هو يمنع عن مناسج الحج. هو دوت اسمه المصدود. يلا بينا ندخل على اسئلة الحلقة التاسعة وعشرين. وهنا بقى عايز اقول لكم السؤال الاول بيقول. ما الفرق بين سندس واستبرق؟ ما الفرق بين سندس واستبرق؟ يبقى ده كده السؤال الاول. السؤال التاني بيقول ما اسم خازن النار وحارث الجنة؟ ما اسم خازن النار وحارث الجنة؟ بادخل بقى على السؤال التالت ما السراتان المسمتان بالزهروين؟ ما السراتان المسمتان بالزهروين؟ وبكده تكون خلصت التلات اسئلة بتوعنا. بس حلقاتنا ما خلصتش؟ بس كلامنا ما انتهاش. عندنا كلام كتير جدا 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 جدا. هنقوله وهنحكي وهنتكلم كتير جدا. يا شهب الله اني احبكم في الله. جد جد. اتمنى لكم كل خير. اتمنى لكم كل سعيدة. نفسي كده يعني. مش عارفة احب. نيستي وصل لكم حبي بس. مش عارفة. اتحسين ده يا طيب. والله انا عزيب جد اصلي. انا عندي مشكلة كبيرة جدا يا جبا. انا ما بحب حد بحبه قوي. والله. طب صدق طمار بالله. انا بنام واقوم. واعد افكر كده. طب اعمل لكم مثلا فيديو ايه. يكون في سعادة لكم. ويكون في افادة لكم. سيبك حتى من ان هو مثلا شغلة او كده. لا ناسي اقدم لكم حاجة انتوا تستفادوا منها. وفي نفس الوقت. اي. وفي نفس الوقت ان انتوا تكونوا تتحكوا. او موسطين. بحب قوي ان انا ارسم الانتسانة على وجهكم. بحب قوي قوي. بجد. بحب المس قلوبكم. والله العظيم. بحس ان انا بلمس قلوبكم بكلامي. لان ما خرج من القلب دخل القلب. وما خرج من اللسان لا يتجاوز. الا الازال. يشهد الله اني احبكم في الله. وزي ما نبتدي حلقاتنا بالصلاة على رسول بننهيها بالصلاة على رسول. اللهم صلي على محمد وعلى قالي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى قالي ابراهيم. وبارك على محمد وعلى قالي محمد كما باركت على ابراهيم وعلى قالي ابراهيم في العالمين. انك حميل مجيد. يشهد الله اني احبكم في الا استود عطوكم الله اللي لا تضيع او رقيع. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بحق الايام المفترجة الدميرة دي يا ربي يا ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا. وتسعدوا. وتتهنوا. يا اجمل و احلى اخوات وصحاب و اهل في الدنيا. ربما يحرمني منكم. يا ربي يا ربي يا ربي زوءك يا شاماق يا بنت عمي. انت كل مشتاء بالزرورية الصارحة عاجل غير واجب. يا ربي يغفر لكم ويسمحكم ويتولاكم ويدخل الفرح والسرور على قلبكم. يا رب يا انهار. يا رب يا انهار. يا رب يا انهار. يحقق لكل ما تتمني يا حبيبتي. وافرح بيكي. يا رب عاجل غير وآجل يا رب العالمين. انهار ما تبعه جميله معنا. ربنا يا رب يشفيك يا عافيك يا ام محمد. ربنا يا رب يسر لك حالك يا نجلاء. يا رب يا رب يرجحك يا أحمد انته وعمر. يورب يسر لكم حالكم وتدخلو احلى كلية انت ونفسكم فيها. يا رب ايش في مرضانا ومرضاكم يلقى موتانا وموتاكم. يا رب يحقق لكم كل ما تتمنوا. يشهد الله اني احبكم في الله. بجد. ربنا يا رب ينجحك يا زوزو. يا رب تنجحي يا زوزو. يا رب يا رب يا رب تحقق كل اللي تذنني يا زوزو يا امر. يا رب يسر لك حالك يا ايات. يا رب يا رب يغفر لك ويسامحك ويسر لك حالك يا رحيق. رحيق الظهور. يا اجمل رحيق في الدنيا. الله ان شاء الله ان شاء الله. عايزة هعمل لك كده ان شاء الله بعد رايد. آآ ورقة فيها كل الناس اللي كانت معايتنا وسبقا واللي كانت ان هي انتبعيني هقول اسماء كلها في حلقة. لوحديها ان شاء الله. دلوقتي انا نقول ايه? هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.